السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في احدى المرات قلقت محاضرة وبعد ما خلصت المحاضرة طلبوا مني المحاضرة مكتوبة عشان هتضاف لي كتاب وفعلاً حصل موضوع ده. فانا استعمت بزاكية صناي ان انا هحول الكلام اللي انا قلته لنص مكتوب واستعمت بزاكية صناي ان هو هيكتبولي بشكل اكاديمي شوية وبعد كده دخلت عملت عليه مراجعة وتأكدت من هو سليم وبعدت اللوات نشر الحمدلله في الكتاب. طيب تعال انا بقى نشوف المواقع دوت اليوتيوب يو ار ايل. ممكن اجي هنا اجعل الفيديو دوت وابدأ انسخ النص. لكن لازم اتأكد من حاجة ان في ترجمة وشرح هنا. لو دخلت هنا ممكن تقول له انا عايز اشوف الترجمة وشرح فهو موجود بالانجليزي وبالعربي. طيب لو انت يا صاحب القناة وعايز تضيف لغات تانية. فانت لو دخلت هنا ممكن بقى تقول له انا عايز اشوف الترجمة. هو طمدك بعملك الترجمة زي ما انت عايز. هتبدأ تقول له اضافة لغة وتختار لغة غير اللي موجودين. يعني هو عنده هنا انجليزي وعربي. ممكن اضيف مسلا اسباني. طيب الاسباني هاجي هنا. وقول له ابدأ ترجم. هو طبع انتك هياخد من العربي او من الانجليزي ويبدأ ان هو يعمل الترجمة تلقائية. او بتكتب انت ايدي. هو بيجيب لك الحاجة اللي كتنكتوبها ازاي. والترجمة بتاعتها. فانت لو في مشكلة بتقدر ان انت تعديلها. يعني هاول تركز بس ان العربي بتاعك طلع كويس. وبعد كده هو هيترجم بشكل كويس. طيب باجي هنا. وديلوا ال URL اللي هوت. تمام. هنا بقى Advanced Options. تعال انبص عليهم. اه بيقول لي انت هتشعل عاشات GPT 3.5. لو عايز GPT 4 ده بفلوس. يعني الافل ده. انت عايز امكانيات اكتر فهتبدأ تديه فلوس. طول الحاجة سبعمائة كلمة. لو انت عايز اكتر لازم بفلوس. طيب الترجمة تقدر تختار او اوتو. تمام. هو بيش بيهتم بالصوت او بالكلام اللي مكتوب قدم مهتم. هو مهتم بالترجمة نفسها. التكست الموجود ده اللي بتعامل معي. بيش بيتعامل معه الصوت. تمام. فهم حاجة انت هتاخد من هنا الترجمة. الفورمات بتاعك حاجة بلخصة او كانها Interview يبدأ يحط لك اسئلة وابويبة وهكذا. او Product Preview. تمام. هنا بقى التون يعني عايز حاجة Professional ولا عايز حاجة casual. Point View First Person يعني احب بيتكلم عن حاجة نفسه ولا سير دي برسل. ممكن تحط بقى. هنا برضو بعض المحادثات عايز تحط Screenshot بس دي بفلوس. يعني افل ده بفلوس هتفعلها هتدفع فلوس. تمام. عايز حط لك شوية صور يكون لك هو صور من قلب الكلام. عايز تحط ايموجي دي ممكن تتعمل ببلاش. اه. وممكن تقول له انا عايز وقت دي. من البلوك يبدأ ياخد التكست كله ويبدأ ان هو يعيد السياغة بحيس انها تظهر معي بشكل دوت. تمام. ده الفيديو. فعلا بدأ يعرف وبدأ يكتب لي وبدأ يتكلم بشكل اكاديمي كويس. تمام. فتقدر ان انت تنسخ الكلام دوت وتبدأ تحطه في المقالة. يعني لو طلب من انا امسك بقى ايه الفيديو وشغله خمس خمس ثواني وابدأ اني اكتب وبعد كده اقوله بشغل وبعد كده اكتب. هتبقى صعب جدا. هنا وعملها اللي بشكل كويس جدا. تمام? ويتكلم عن الكماندات الامبرومنت بشكل كويس. تمام? هنا باب يقولك انت عايز تعمل كسبورت. ممكن اي حد انه يشوفه عايز تعمل كسبورت الورد بريس. وكذا بحس ان انت تنشرها في الميدان بتاعتك. عايز تشارع على التويتر على الفيسبوك. لينكد ان. زي ما انت عايز. فدي اول ميزة موجودة في الموقع. خلينا نقوله هندخل في الداشبورت. وبقى كده نفتح الصفحة الاولية لانه كان في بعض النقاط اذا اتكلم فيها. امكانات تانية مباشرة. دي هنا البلوجات اللي انت تكون تعملتها بكده. طيب خلينا نرجع. نشوف السعر بتاع الحكام. البرايسينج. ايه ب تسع دولار في الشهر. طيب هو ما مدين شوية تولز تانية زي ان انا اقدر احمل الكتابة اللي موجودة في اليوتيوب. يعني انا عايز احمل التجهست اللي موجود. فهو يبدأ ان هو يحمله لي. مع دي تقلت من السنية كزا للسنية كزا. يقدر يعمل لك فيديو سكريبشن. يعمل لك وصف للفيديو اللي انت هتدهوله. تدله فيديو تويل وهو يبدأ ان هو يعمل لك فيديوهات وسيارة. او يديك فكرة فيديو تعمل. فدي اربع خدمات هو من دهالك مجانا. بجانب الخدمة الاسسية اللي يتحويل الفيديو تو بلوك. اتمنى اعجبكو. اتمنى ان شاء الله يوفر عايكو. اتبا ازن الله.